قطر تبدي قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية هذا ما خلص إليه تقرير صندوق النقد الدولي في ختام زيارة بعثة الخبراء إلى الدوحة وأشار التقرير إلى أن الحرب الإسرائيلية في غزة لم يكن لها أي تأثير ملموس على اقتصاد البلاد كما أن التوتر الذي يشهده البحر الأحمر لم يؤثر على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لقيامها بتحويل المسار وتتمتع قطر وفقا للصندوق بوضع متميز باعتبارها من البلدان القلائلي التي رفعت وكلات التصنيف الثلاث تصنيفها الإتمانية السيادية في الشهور الماضية كذلك أكدت المؤشرات عالية التوتر للأسواق المالية قدرة قطر على الصمود ومن المرجح أن ينتعش نمو الاقتصاد بالتدريج في العامين الحالي والقادم ويتوقع للنمو المتوسط أن يرتفع إلى نحو 4.5% إذ يتلقى نمو الناتج غير الهايدروكربوني الدعم من استثمارات القطاع العام ومكتسبات مشروع التوسع الجاري في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وحركة السياحة القوية كما يبرز إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة طموح الدوحة للاستثمار في الطاقة المتجددة واستخدامها ومن المتوقع أن يتراجع التدخم الكلي هذا العام ليقترب بالتدريج من 2% على المدى المتوسط مع انخفاض دين الحكومة المركزية إلى أقل من 40% من إجمالي الناتج المحلي ومن المرجح أن يستمر تحقيق فوائد في الحساب الخارجي وحساب المالية العامة مع توقعات بارتفاع أسعار الهايدروكربونات واستمرار حصافة الإدارة المالية الخبراء بالمؤسسة أشاروا إلى الإصلاحات المالية بالدولة الخليجية بما في ذلك تحسين وضع الميزانية وتعزيز كفاية الإنفاق وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويتطلع مصرف قطر المركز إلى زيادة تحسين إطار إدارة السيولة إذ يتمتع القطاع المصرفي بمستوى جيد من السيولة والربحية وهي إحدى مكتسبات استراتيجية التنمية الوطنية اشتركوا في القناة